السلام عليكم ما هو الفوتوكوبلر وكيف يعمل؟ هو عنصر وجوده ضروري وبالأخص للأجهزة غالية الثمن لماذا؟ هذا النوع من الدوائر الكهربائية له قسمين وهو نوع شائع كثيرا يستخدم لتغذية كثير تطبيقات مثلا يستخدم لتغذية بورد الحاسوب وبورد الحاسوب يحتوي على قطع كثيرة وثمينة أو في شاشات LCD وهناك كثير تطبيقات نحن نسمي هذه الدائرة بوحدة التغذية أو وحدة إمداد الطاقة فلو حدث فيها شورت ما سينتقل هذا الشورت إلى البورد الرئيسي ويحترق البورد الرئيسي وهذه مشكلة كبيرة ولحل هذه المشكلة يجب عزل مدخل الفولت العالي عن مخرج الفولت المنخفض أي أنه يجب عزل الاتصال المادي بينهما نهائيا ونجد المحول الرئيسي بطبيعته يعتبر عازل لأن لا يوجد اتصال مادي بين ملفات الدخل وملفات المخرج ولكن إذا اعتمدنا فقط على المحول لن نستطيع التحكم بشكل كامل لن نستطيع التحكم بشكل دقيق على قيم طاقة الخرج بمعنى لن نعلم ما الذي سيحدث عند تحميل مخرج الدائرة لأن الحمل مقاومة وتتغير قيمتها على حسب وظيفتها إذن نحن نحتاج لدائرة ما يكون موقعها في الخرج لتخبرنا ما الذي يحدث وبنفس الوقت ترسل لنا إشارة لتتحكم في تيار الدخل وبشرط يجب أن لا تصنع هذه الدائرة اتصال مادي بين دائرة المدخل ودائرة المخرج وهذه هي وظيفة الفوتوكوبلر دعنا نرى كيف يفعل ذلك وقبل الشرح عندما تضع العجاب على هذا الفيديو فأنه ينتشر بنطائق أو سعر فلو سمحت اضغط على زر العجاب يتعمل فائدة نتابع الفوتوكوبلر مكون من عنصرين داخليين من طرف دائرة المخرج يوجد ضوء لد فقط ومن طرف الدخل يوجد ترانسستور ضوئي الترانسستور الضوئي يعمل كمقاومة متغيرة على حسب شدة الإضاءة القادمة من اللد ترتفع وتقل قيمة هذه المقاومة والآن سوف نذهب إلى الدائرة لنرى كيف يتحكم بتيار الدخل عندما نقوم بتشغيل الدائرة سوف يتواجد الفولت الأعظم على مخرج الدائرة مثلا 48 فولت بالنسبة للشواحن يكون اسمه 48 فولت ولكنه يخرج 55 فولت وهذا يعطي إشارة عالية إلى لد الفوتوكوبلر فبالتالي يكون الترانسستور الضوئي مفتوح بالكامل وهذا يعني أن مقاومة الترانسستور الضوئية قريبة من الصفر ومقاومة هذا الترانسستور الضوئي موصولة مع IC تحكم الدخل بمعنى كلما يفتح الترانسستور الضوئي يقل زمن النبضة أو تقل عرض النبضة التي تذهب إلى الترانسستور الرئيسي الترانسستور الرئيسي في هذه الدائرة هو الموسفت وعندما يقل زمن النبضة على بوابة الموسفت هذا يعني سترتفع المقاومة الحثية عند الملف الملف الرئيسي ولا يحدث استهلاك للتيار الكهربائي لأن لا يوجد حمل الآن مرحلة وضع حمل ما على مخرج الدائرة وعندما نضع حمل ما على مخرج الدائرة سينخفض غلط الـ 48 هذا مما يؤدي إلى انخفاض تيار لد الفوتوكوبلر وعندما ينخفض هذا التيار ستضعف شدة الضوء المنبعثة من لد الفوتوكوبلر وهذا يعني أن الترانسستور الضوي سوف ينغلق ليس بالكامل ولكنه سوف يصنع مقاومة أكبر ولأنه موصول مع IC تحكم الدخل سيقوم هذا الـ IC بتكبير زمن النبضة عندها تقل قيمة المقاومة الحثية عند الملف الرئيسي ويحدث استهلاك من تيار المصدر وتكبر طاقة فولت الخرج لكي تعوض النقص على الفوتوكوبلر وهكذا يرتفع الفولت على المخرج ليحافظ على وجود فولت أعظمي مثلاً 55 فولت وعلى هذا النحو تعمل هذه الدوار على حسب قيمة مقاومة الحمل يحدث تغيير على تيار ضوء الفوتوكوبلر مما يؤدي إلى تغيير في عرض النبضة على بوابة المصدر يحدث هذا بالتزامن فلو حدث الشرط في مدخل الدائرة لن يصل هذا الشرط إلى مخرجه يبقى المخرج آمن الحمل ليس شرط أن يكون بطاريات إنما كما ذكرنا قبل قليل بورد ماذر بورد حاسوب أو أي جهاز يحتاج قيم دقيقة في قيم التيار هذا الشرح تم تجهيزه بيننا على طلب المتابعين اكتب في التعليقات أي استثار تريد شرح عنه والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر